مصال خير ليا مصال خير ديما اليوم رح نبدأ أخبارنا من لبنان وتحديدا مع التقدم للبنان على مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاي سي تي فشو التفاصيل لبنان الأكثر ديناميكية بين دول العالم من حيث سرعة تقدمه بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأم المتحدة والمقصود بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قدرة الدول على تقديم واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية من أجهزة كمبيوتر وبنية تحتية للإنترنت وباث رقمي واتصالات هاتفية حدد تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات تقييم لبنان بالمرتبة الثانية والخمسين عالميا والخامسة عربيا من حيث سرعة تقدمه على المؤشر العام الذي يقسم إلى ثلاثة مؤشرات فرعية مؤشر النفاذ الذي يظهر الإقبال الشديد على الاشتراكات بالإنترنت من الشبكة الخلوية فقد ارتفع عدد المشتركين من 429 ألف في عام 2011 إلى مليون وثمانمائة ألف مشترك حتى الربع الثالث من 2013 أما على الشبكة الثابتة فكان الازدياد ضئيلا يقدر بمائة ألف مشترك فقط بين 2011 و2013 ثانيا مؤشر الاستعمال فقد ازداد استعمال لبنان للحزمة العريدة أي الإنترنت السريع من 7% من المشتركين في 2010 إلى 40% في 2013 أما عن ارتفاع كلفة هذه الخدمة بالنسبة للأوتوف بندل يعني السعر الديئة إذا لم يكن شارع الواحد غزمة بعده أن أسعار لبنان غالية بس أنه كل اللي يعرف صار أنه وزارة الصلاة هي أحد الممولين الأساسيين للخزين العامة ويبقى أخيرا مؤشر المهارات الذي احتل لبنان فيه الموقع الأول عربيا ويعود ذلك إلى تقدم النظام التعليمي غرمت هيئة سوق المال بسويسرا مصرف الـ HSBC 88 ألف فرنك سويسرا أو حوالي 98 ألف دولار بالإضافة لمنعه من فتح حسابات لشخصيات سياسية لمدة 3 سنوات هالغرامة سبب اتهام المصرف بالتقصير بتطبيع الإجراءات اللازمة قبل فتح حسابات لشخصيات مقربة من الرئيس التونس السابق زين العابدين بن علي وبتمثل هالقضية ضربة جديدة بسجل المصارف السويسرية اللي عم بتحاول تغيير الانتباع بأنه عم تتواطق مع الشخصيات المهمة والمتهربين بالضرائب يذكر أنه غير الـ HSBC الحكمة والمصرفين عالميين هنه الـ Union Banker Private والـ EFG اشتركوا في القناة